تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط تم يوم أمس حفل ختام الملتقى وجائزة التمييز للمرأة القيادية السابع لواس 2021 الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات النسائية القيادية في مجال الطاقة هذه الجائزة التي تطل كل عام تأتي نظير ما تقدمه المرأة من أعمال ومبادرات هادفة حققت من خلالها العديد من الإنجازات خلال مسيرة عملها حسب المعايير الإقليمية الدولية تعظيما للدور التشاركي المميز الذي تقوم به مناصفة مع الرجل في أي عملية انتاجية وإيمانا بإمكاناتها الأكاديمية وقدراتها العملية في تولي المناصب والمراكز الوظيفية الهامة داخل متنوع المجالات ولاسيما في مجال الطاقة برزت القيمة التكريمية لمختلف المواهب النسائية الريادية لتتجسد بمعالم النسخة السابعة من ملتقى وجائزة التمييز للمرأة القيادية في قطاع النفط والغاز التي سطرنا العديد من الإنجازات المشهودة وقدمنا سلسلة من المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بكيانهن ليتميزنا خلال مسيرة عملهن ليصار إلى تعظيم إسهاماتهن وبشكل مباشر في النهضة التنموية لبلدانهم وتحديدا في صناعة النفط اليوم هناك اختيار لمجموعة من النساء في مناصب قيادية وإن شاء الله سيعلن عن الأسماء في الاحتفال من دول الخليج وفي هذا المؤتمر نعزز طبعا دور المرأة في رفعة المؤسسات والمصانع والشركات واليوم لا شك دورهم كبير وهم عنصر فعال في المجتمع وفي بيئة العمل كذلك أكثر من 150 شخصية نسائية قيادية من مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي تقدمت لنيل الجائزة حتى يحدوها الأمل لحصد واحدة من فئاتها السبع أكيد مصدر شرف وفخر واعتزاز كبير يسعدني جدا أني أشوف هيئات ومنظمات مثل اللواس تقدم هذا النوع من الشكر والتقدير بالذات للنساء في مجالات العمل اللي تشكل تحدي مثل مجالات الطاقة ومجالات العلوم أكيد بيدفعني للتقدم أكثر والمحاولة بشكل أكبر وتميز أكثر ودعم زميلاتي ودعم نساء أخرياتي في هذا المجال على أساس أني أشوفها إن شاء الله بالمستقبل في هذا المكان بإذن الله أنا دائما أقول الإنجاز يفرض نفسه يعني كل ما حققت وعطيت من الوقت ومن الحب والشغف للعمل رح تنجز ورح تعطي أضف إلى ذلك وجودك في بيئة تخلق لك الجو المناسب مثل ما شاء الله جامعة البحرين يعني بيئة حافزة للإنتاج والعطاء وهذا الشيء بحد ذاته يحفز يعني خلنا أقول الفاكلتي أو الموظف الأكاديمي أن يعطي في هذه المجال الإصرار والعزيمة I don't take no for an answer يعني وهو بالعربي إن الإنسان إذا عنده هدف يستمر حتى إنه في بيبان مقفلة البيبان هذه تفتح بالإصرار يعني فكل بنت لها فرصة ممكن تواجه صعوبات خاصة إذا في مجال عملي وعملي لكن إن شاء الله إلا من تبين أنها عندها العزيمة وعندها المعرفة تتسهل الأمور جائزة تعتبر فرصة جيدة لنشر ثقافة التمييز القيادي والنهوض بواقع المرأة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الابتكار والإنجاز وتحفيز المواهب النسائية في الأوساط الأكاديمية والقطاعات التجارية والصناعية في مجال النفط والغاز والطاقة الحيوية والمتجددة قصص نجاح عديدة عكست روح المثابرة لديهم وأظهرت عمق وجدوى إمكاناتهن العالية في القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالشكل الذي يؤكد وبالدليل الدامغ على قدرة المرأة بأن تكون شريكا فاعلا ومؤثرا للرجل بما وصل إليه قطاع الطاقة من تطور ونمأ لتلفزيون البحرين محمد رشيدات